هذا التمدد للدولة السعودية أقلق الدولة العثمانية في الشمال وأقلق شاه إيران في الشرق وكذلك البريطانيين في الهند وتزامن هذا مع الوقت اللي احتل فيه نابليون بونابارت مصر توحيد غالبية الجزيرة العربية على يد عبد العزيز بن محمد بن سعود عبارة عن صدمة غير متوقعة من الجميل هناك قوة جديدة تظهر على السطح أرسل الأتراك أربع حملات من البصرة إلى السعودية كل الحملات هزمت على يد السعودية تسيد عبد العزيز بن محمد بن سعود الجزيرة وأصبح اسم لا يستهان به الله أكبر وفي يوم من الأيام وهو يصلي بالناس في الدرعية طعنه شخص جاء من العراق أثناء الصلاة أغتيل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود هذا عام 1803 حكم بعده ابنه الإمام سعود اللي يسمي بسعود الكبير لأنه استلم الدولة بهذه الخريطة ووصل بها لهذه الخريطة بعد أن ضم الحجاز ووصل إلى اليمن في الحديدة ووصل لجنوب دمشق ووقف على تخوم البصرة كل هذا في 11 سنة فقط أرسل شاه إيران جيش لمسقط لمحاربة الدولة السعودية استطاع الإمام سعود الكبير القضاء على هذا الجيش ودحره وفي نفس الفترة هاجمت القوات البريطانية رأس الخيمة للقضاء على النفوذ السعودي وألحق الجيش السعودي أضرار بالسفن البريطانية القادمة من الهند أثناء المناوشات ثم توجهت هذه السفن إلى المنامة وقصفت القوات السعودية هناك انتهت هذه المعارك بهدنة بين الطرفين الأتراك في الجهة المقابلة كانوا يتوعدون الدولة السعودية فأرسل الإمام سعود الكبير إلى والي الشام رسالة ينصح فيها وهذه صورة نادرة من تلك الوثيقة لكن الأتراك كلفوا محمد علي باشا بإرسال جيش من مصر للقضاء على الدولة السعودية فأرسل ابنه طصن باشا اللي هزمها الإمام سعود الكبير في معركة وادي الصفرة انسحب طصن بهزيمة مذلة وبعد أقل من عامين مات الإمام سعود الكبير ليحكم ابنه عبد الله بن سعود صاحب هذه الصورة أرسل الأتراك حملة ثانية مدججة بالمدافع والذخيرة والجند وقاوم أبناء الجزيرة العربية هذه القوات في كل قرية تمر بها من طريقهم إلى الدرعية رغم فارق الإمكانيات اللي مكن الأتراك من الوصول للدرعية عاصمة الدولة السعودية وتدميرها على رأس ساكنيها وقاموا بأسر الإمام عبد الله بن سعود معهم وأخذوه لإسطنبول وأعدموا هناك مع عدد من قادة الدولة السعودية الأولى استطاع بعض أفراد أسرة آل سعود الهروب من قبضة الأتراك ومن بينهم رجل فارس اسمه تركي بن عبد الله ابن الإمام محمد بن سعود الذي سيصبح اسماً لامعاً في تاريخ الجزيرة العربية في حلقتنا القادمة سنعرف ماذا سيفعل هذا الرجل فما الله ترجمة نانسي قنقر